أنت ككاهن صاحب رسالة وأيضاً أعطيت لك هذه الرسالة من علو يعني لمحلوا للروح القدس وعطاها هذا السلطان في أنه ما يحلوا في الأرض يحلوا في السماء ما تغفروا على الأرض يغفر في السماء وهذا الروح القدس الذي يعمل فيه داخلكم هذا بدنا نحن نحترمه فبشر أنه أنت إلك سلطة وسلطان وهذا السلطان الأعطية إلك من الأسقف ومن السماء أعطية لك هذا بدك تحافظ عليه بدك تحافظ على هذه الصورة التي أعطيت لك لأنه خطأك مضاعف لكن أنت بتعرف التوازن كيف تظهر أمام الناس من خلال رسالتك وكيف تظهر أمام الناس من خلال وظيفتك أنت ليس ملك نفسك أنت ملك الشعب أنت ملك الناس فأنت بدك ترضي الناس بدك تخدم الناس بدك تكون للناس حتى لو أنت بتلاقي عملك سبب حجر عطرة أمام الناس بدك تتخلى عن هذا العمل اللي بتكون فيه عساس أنه تكون أمام الناس بمنظور يقدروا ويحترموا السر ويحترموا الروح القدس فيك ككاهن التخلي مش معناته أنه تخلي عن حرية أم التخلي عن شيء أنت متعلق فيه التخلي معناته أنت متى أو في اللحظة التي رسمت بها كاهن أنت أصبحت ملكاً للشعب هايك بيشوف الشعب الكاهن المتخلي عن ذاته المتخلي عن نفسه من أجل رعيفه من أجل الناس المتألمة مثل مربنا مثل يسوع المسيح بذل نفسه وذاته على الصليب وماته من أجل الناس ترجمة نانسي قنقر